البيت الأبيض يرد على نتنياهو يقول إن مقترح صفقة التبادل الذي أعلن عنه بايدن دقيق تماما نتنياهو يقول إنه غير مستعد لإنهاء الحرب ويؤكد المضية بهدف القضاء على حماس سموتريتش وبينكفير يجددان تهديدهما بحل الحكومة في حال الموافقة على المقترح ووزراء خارجيات خمس دول عربية يشددون على أهمية التعامل بجدية وإيجابية مع مقترح وقف إطلاق النار اشتركوا في القناة قال البيت الأبيض إن الاقتراح الذي تحدث عنه الرئيس جو بايدن هو في الواقع امتداد لمفاوضات الرهائن التي خرطت فيها واشنطن منذ أسابيع وأن بايدن مصمم في المقام الأول على إخراج الرهائن تدريجيا والحصول على مزيدا من المساعدات الإنسانية ثم التواصل إلى وقف إطلاق النار بدورها أفادت الخارجية الأمريكية بأن ما وصفته بخطر حماس لا يمكن مواجهته اليوم بالعمل العسكري لوحده ولكن بالمسار السياسي وعلى صعيدا متاصلا شدد وزراء خارجية قطر والسعودية والإمارات والأردن ومصر في اجتماع افتراضي شددوا على أهمية التعامل بجدية وإيجابية مع مقترح الرئيس الأمريكي كما أبدو دعمهم لجهود الوساطة من جهته أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو في تصريح صحفي عقب اقتصال هاتفي بوزير الأمن القومي أتمار بن كفير أكد العمل على تحقيق أهداف الحرب وكانت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية نقلت عن نتنياهو قوله إنه غير مستعد لإنهاء الحرب على قطاع غزة أضاف نتنياهو أن خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن ليست دقيقة مشيرا إلى أن إسرائيل قادرة على وقف الحرب لـ 42 يوما لاستعادة المفتطفين ولكنها لن تتنازل عن ما وصفه بالنصر المطلق وزير الأمن القومي إتمار بن كفير أكد تهديده بتفكيك الحكومة إذا وافق رئيس الوزراء على الصفقة المقترحة من الرئيس الأمريكي جو بايدن وتتضمن هذه الصفقة إنهاء الحرب على قطاع غزة دون القضاء على حركة حماس وفق تعبير بن كفير كما هدد وزير المالية بتسلييل سموتريتش بحل الحكومة والانسحاب من ائتلاف نتنياهو إذا وافقت الحكومة على المقترح نناقش في هذه المساحة الحوارية السجال الإسرائيلي بشأن مقترح بايدن والضغوط التي يمكن أن تمارسها واشنطن على تل أبيب وفرص التواصل إلى صفقة تنهي العدوان على غزة ضيوفي في هذه المساحة دكتور مهند مصطفى الباحث في مركز مدى الكرمل وهو معنا من حيفا ومن واشنطن ريتشارد شماير الدبلوماسي الأمريكي السابق وأحمد الحيلة الكاتب والباحث السياسي ينضم إلينا من اسطنبول تحياتي جميعا سأبدأ النقاش من واشنطن معك ريتشارد شماير نتنياهو يقول أنه مقترح بايدن غير دقيق قبل قليل استمعنا إلى رد البيت الأبيض وفي جزئيات كثيرة أكده أيضا ماتيو ميلر المتحدث باسم الخارجية ويقول إن ما تحدث به بايدن كان دقيقا ريتشارد من نصدق أظن أنه من المهم أن أذكر أنه عندما تكلم رئيس بايدن عن المقترح كان يركز على الخطوط الأساسية التي أيضا كانت تطالب بها إسرائيل أظن أنه من المهم أيضا أنه مقترح بثلاثة أجزاء فالجزاء الأهم هو البدء على الأقل بوقف إطلاق نار مؤقت يتكلمون عن ستة أسابيع خلال هذه الفترة سوف يتم إدخال المساعدات الإنسانية للمواطنين في غزة والإفراج عن الأسرة من الجهة الإسرائيلية وأيضا من الجهة الفلسطينية وسوف يكون هناك مناقشات إضافية لتخفيض التصعيد في هذا النساء ريتشارد شميرر أظنني للمقاطعة نعلم جيدا تفاصيل المقترح كما قدمه بايدن ولكن سؤالي لحضرتك كان من نصدق نتنياهو بوصفه المقترح غير دقيق وتغيب عنه تفاصيل أم رد البيت الأبيض بتأكيده على أنه دقيق وعلى أنه امتداد لمفاوضات سابقة ولمشاورات مستمرة مع إسرائيل أنا لست متفاجئا أن القيادة في إسرائيل وهذا يشمل رئيس الوزراء نتنياهو سوف تبحث عن أن يكون هناك بعض التصارفات الدبلوماسية كاستجابة لهذا المقترح فأنا أرى أن هذا الادعاء بأن الأمر ليس دقيقا هو مجرد أمر دبلوماسي لمحاولة الوصول إلى الاتفاق الأفضل برأيه ولكن أنا على الثقة من أن المقترح دقيق وأن مقاله رئيس بايدن هو أمر دقيق ويمكن البناء عليه وهنا سأأخذ رأيك الدكتور مهند وأسمع تعليقك على رد البيت الأبيض على ما وصفه ريشارد شمير إدعاء نتنياهو بأن المقترح غير دقيق أول شيء مذهل عما يحدث الآن أولا بايدن خرج يوم السبت ببيان وقال أن هذا المقترح هو مقترح إسرائيلي وأكد حتى أن هذا المقترح هو مقترح بن يمين نتنياهو حتى في الصحافة الإسرائيلية في الأيام الأخيرة عندما كان يتم الحديث عن هذا المقترح كان يتم الحديث بوصفه مقترح نتنياهو الذي طرح بايدن وذلك هذا الأمر مذهل عندما يخرج رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ويقول هذا مقترح إسرائيلي وبعدها يخرج رئيس الحكومة بعد تردد أيام ولم يخرج باشرة وقال به وخرج بعد أيام وقال أن المقترح غير دقيق على فكرة هذا ما حدث في الصابق عندما وفقت حركة حماس على المقترح المصري القطري وأبدت وفقتها عليه وأيضا خرجت إسرائيل بعدها وقررت أن المقترح لم يعرض عليها كما هو موجود مع أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى في حينه اعتبرت أن المقترح لذا وفقت له حماس في حينه ومقترح إيجابي ويمكن البناء عليه كل ذلك يؤكد أمرا واحد أن إسرائيل لا تريد الصفقة أن الحكومة الإسرائيلية لا تريد الصفقة هي عولت كما يبدو حتى في المرة السابقة هي عولت على رفض حركة حماس لهذا المقترح كما عولت على ذلك في المرة السابقة وفي هذه المرة أيضا حركة حماس توافق على هذا المقترح وتزوج نتنياهو في الزاوية أمام الولايات المتحدة الأمريكية وذلك الآن ما يحدث أن نتنياهو يكذب الإضاءة الأمريكية دكتور مهند لو تشمل أيضا جوابك عن رمزية أن المقترح خرج على لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن شخصيا وأن الرد رد البيت الأبيض خرج على لسان جون كيربي ومن ثم ماتيو ميلر من دون تواصل مباشر بين واشنطن وتل أبيب أيضا ماذا يعني هذا هذا يعني أولا أن الإضاءة الأمريكية واثقة من هذا المقترح هي واثقة أن هذا المقترح الذي قدموه بايدن هو المقترح البقيق هو المقترح الإسرائيلي هو المقترح الذي تم التوصل ليه بعد مباحثات مع الحكومة الإسرائيلية وذلك تم تسميره مقترح إسرائيلي لأنه لم يتم التفاوض عليه بين الأطراف جميعا وذلك عندما تقول الولايات المتحدة الأمريكية ذلك فيتؤكد على دقة هذا المقترح ورمزية ذلك يعني تعني أنها لم تعتثق بالحكومة الإسرائيلية الحكومة الإسرائيلية لا يمكن الوثوق بها يعني هذه أول مرة يتم فيها هذا المشهد الدبلوماسي هذا مشهد يعني غريب جدا مشهد غير مألوف دكتور مهند ولا أعرف يعني ما صفته سجال جدال يعني لا أجد الكلمة المناسبة ليصفه واسمح لي هنا سأنتقل لأحمد الحيلة ونحن نتابع هذا المشهد غير المألوف كما ينصفه دكتور مهند العجب العجاب أن الكرة في ملعب حماس على حد قول جون كيربي سيد أحمد يعني يقول كيربي بأنه الهدف كان أساسا من كشف فايدل المقترح والضغط على حماس وأن إذا وافقت حماس على هذه الصفقة فإن الولايات المتحدة تتوقع من إسرائيل قبول الخطة يعني أيضا أسمع منك تعليق على هذه الغرائبية وهذه مشكلة الولايات المتحدة الأمريكية في ضروة الخلاف مع تل لبي في ضروة الخلاف مع اليمين الصهيون المتطرف في الوقت الذي ترفض فيه إسرائيل الاعتراف بما جاء على لسان بايدن كون أن هذه الورقة هي ورقة إسرائيلية رغم ذلك تقف الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أو بآخر لممارسة شكل من أشكال الضغوط على حركة حماس للقبول بشيء تنكره إسرائيل وهذه مفارقة غريبة عجيبة أنا أعتقد أن المحاولة الإدارة الأمريكية يعني ممارسة الضغط على حركة حماس هذه مسألة يعني أصبحت مكررة وأصبح هذا هذا الشكل من أشكال التعامل مع حركة حماس غير مجدي لأنه هذا مورس فيه أكثر من مرة الإشكال أعتقد أنه الآن يتركز لدى الطرف الإسرائيلي حركة حماس بالمجمل يعني نظرت بإيجابية لما ورد على لسان الرئيس بايدن من أشياء حددتها في بيانها وقالت هي متعلقة بوقف إطلاق النار وانسحب جيش الاحتلال إسرائيلي الكامل من غزة والإعمار وعودة النازحين هذه المفردات تحدثت بها الرئيس بايدن هي تقول بأنها تنظر بشكل إيجابي بل أكثر من ذلك أن الاتفاق الأخير أو الورقة الأخيرة التي قدمها الوسطاء في السادس من هذا الشهر وقبيلتها حركة حماس ورفضتها إسرائيل هي أساسا تتحدث عن هذه النقاط وكان رفض بن يمين نتنه لأنها تتحدث عن وقف إطلاق النار وهذا يكرره أيضا الرئيس هو رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بأنه لا يريد وقف إطلاق النار وأن هذه المسألة لم ترد في الورقة إذن الخلاف حقيقة بين واشنطن وتل لبيب الذهاب تجاه حماس هو شكل من أشكال يعني التسويق والهروب في زاوية انهيرشة الصحيحة الزاوية الصحيحة هي موجودة في تل لبيب على واشنطن أن تحدد موقفها من هذه المسألة هل لديك تفسير ريتشارد شماير لهذا الوضع يعني واشنطن غير واثقة بتجاوب من يمين نتنياهو على مقترح قيل إنه إسرائيلي وأيضا واضح من تتالي الأحداث بأن نتنياهو يراوغ كل الأطراف بما فيها واشنطن فكيف إذن الكرة بملعب حماس بنظر واشنطن بكل تأكيد نتوقع من حماس أن تكون جاهزة للموافقة على هذا الاتفاق ومن المؤشرات أن حماس على الأقل تفكر بالموافقة ولكن من الناحية الإسرائيلية أظن أن هناك ضغط من الشعب الإسرائيلي وأيضا من جهات وعناصر سياسية أخرى في إسرائيل على رئيس الوزراء نتنياهو لأننا نتذكر أن أيضا الوزراء الأكثر تطرفا سوف يغادرون الحكومة وهناك أيضا أشخاص سوف يدعمون الحكومة فهناك ديناميكية سياسية سوف تسمح لرئيس الوزراء نتنياهو بالموافقة على المقترح وأظن أن هذا ما الرئيس بايدن يعتمد عليه طبعا الديناميكية السياسية في إسرائيل دكتور مهند سأسألك أيضا من نصدق عندما يقول نتنياهو أن نستدعى وزير الأمن القومي بنكفير ليعرض عليه مسودة المقترح ويخرج بنكفير في تأكيد وردح مستمر منه بأنه لم يرى المقترح ويشكك بنوايا نتنياهو وإخفائه لصفقة انهزامية أيضا من نصدق المثابر منذ بداية الحرب في مواقف هو يعني مثابر وثابت على كل مواقف وعندما أجل مع نتنياهو ويقول أن نتنياهو يقفي عنه ولا يقدم له المقترح الصحيح لأنه أن نصدق بنكفير لأنه نتنياهو إنسان متحايل هو إنسان كذب مستعد أن يكذب حتى على نفسه ويصدق أنه هو المنقذ للشعب اليهود هو يكذب على نفسه ليس بكتع الآخرين ولذلك نتنياهو هذا الكذاب هذا المحتال لا أحد يصدقه في إسرائيل لا أحد يصدقه حتى اليمين الإسرائيلي لا يصدقه اسموتريتش مرة وصفه قبل تشكيل هذه الحكومة وصفه بمصطلح صعب سماه كذاب ابن كذاب ولذلك علينا أن نصدق بهذه الحالة وهذه المفاركة علينا أن نصدق بنكفير ولكن في هذا الصدد دعيني دعيني أقول شيئا مهما واضح أن نتنياهو الآن على مفترق تورك هو ليس كالمرات السابقة فيما يتعلق بالصفقة هو على مفترق تورك هو عليه أن يحدد الآن ماذا يريد ليس لديه خيار ثالث إما أن يرفض الصفقة ويحافظ على حكومته أو أن يقبل الصفقة ويفكك حكومته ويحظى بدعم المعارضة الإسرائيلية لفترة محددة لفترة الصفقة ومن ثم الذهاب إلى الانتخابات بمعنى أن قبول بالصفقة معناها أيضا الذهاب إلى الانتخابات هنا الحديث عن يائر لبيد وشبكة الأمان السياسية التي تحدث عنها نعم ولكن هذه الشبكة هي مؤقتة هي لفترة الصفقة وبعدها سيتم الذهاب إلى الانتخابات ولذلك نحن نتحدث عن خيارين إما التفكيك الحكومة أو الحفاظ على حكومة ورفض الصفقة أو القبول بالصفقة والذهاب إلى الانتخابات لا يمنع نتنياهو خيار ثالث هذا هي المسألة المهمة في أن المقترح جاء من بايدن لأن إذا رفضوا نتنياهو هو عملية نرفض مقترحا إسرائيليا وهذا يدل أن هذا الرجل يراور كل العالم يخدع بايدن يخدع الدول التي دعمت المقترح يخدع الدول العربية التي دعمت المقترح يخدع المجتمع الإسرائيلي ولذلك نتنياهو على مفترق طرق لذلك جاء تردده التردد الذي كان في الأيام الأخيرة هو نابع من فهمه وإدراكه لهذا المفترق الطرق الصعب الآن الذي هو موجود فيه سيحاول أن يراور أن يسوف أن يطرح بعض التحفظات من أجل يعني إفشال الصفقة وعلى فكرة هو سوف يحاول الآن أن يضع بعض الشروط التي قد لا تضمنها الاتفاق من أجل أن ندفع حماس إلى رفض هذه الصفقة من أجل أن يكون بالنهاية أن حماس هي التي رفضت وليست إسرائيل هذا شخص مراور وخادع سنعرض أكثر لهذه الاحتمالات دكتور مهند ولكن على ذكر هذا الكم من المراوض أستاذ أحمد سؤال من نصدق كما ترى حاضر معنا بقوة هذه الليلة تارة بين واشنطن وتل أبيب وتارة إسرائيل داخليا وبحسب الدكتور مهند ينتهي الأمر إلى أن بنيمين نتنياهو هو الكاذب مع كل الأطراف ولكنه تحدث في سياق رده وحديثه بأن هناك تفاصيل لم تعلن ضمن المقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن وجود هذه الاحتمالية بأن هناك ما أخفي أو هناك ما هو ليس واضحا بشكل حاسم وجازم ألن يشكل هذا هاجسا وعائقا لفصائل المقاومة للقبول بهذا المقترح وأستاذ ديمة لا أعتقد أن المقاومة ستذهب بناء على دعوة كيربي لتقول قبلته بالورقة الإسرائيلية دون اطلاع ونقاش مع الوسطاء الرئيس بايدن تحدث نعم في الخطوط العامة والعريضة ولكنه لم يتحدث في تفاصيل التفاصيل ونحن ندرك تماما أن الشيطان يقبل في التفاصيل وبنيمين نتنياهو يمكن من خلال التفاصيل أن يعطل ويشوش مسار الصفقة هذا الأمر واضح لكن هناك نقطة جوهرية بدت الآن هي نقطة خلاف حاسمة بين الإدارة الأمريكية وبين الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيمين نتنياهو والمتطرفين سموتش وبنيكفير هي وقف إطلاق النار التام والانسحاب من قطاع غزة بشكل تام هذا الأمر جاء ليس فقط على لسان الرئيس بايدن عندما تحدث إلى الإعلام بل أيضا جاء في البيان الذي ذكره الثلاثي الوسطاء الولايات المتحدة الأمريكية قطر ومصر عندما أصدروا بيان أول أمس وقالوا وجهوه لإسرائيل وحماس أيضا تحدثوا عن قبول هي مبادرة الرئيس الأمريكي المبادرة الإسرائية في أصلها على أساس وقف إطلاق النار التام إضافة إلى ذلك حركة حماس وافقت على ورقة الوسطاء في السادس من أيار على أساس وقف إطلاق النار التام بل أن بيان وزراء الخارجية العرب الخمسة الأردن ومصر والسعودية والإمارات وقطر تحدثوا بشكل واضح وكرروا ما ورد على لسان الرئيس بايدن من وقف إطلاق النار انسحاب تام والإعمار وموضوع عودة النازحين إذن حركة حماس في هذا الجانب هي متسلحة بمواقف تقريبا متقاطع مع الوسطاء الطرف الوحيد الذي يحاول أن ينكر ويحاول أن يضع العصيف الدوليب ويحاول حتى يغير ما ورد على لسان الرئيس بايدن إلى درجة أن يندفع ماثيو ميلر والناتق باسم الخارجي ليقول بأن ما ورد على لسان الرئيس بايدن هو دقيق هذا في رد على ما جاء به الطرف الإسرائيلي إذن نقطة الخلاف الأساسية بين الطرفين تقع مسؤوليتها على واشنطن أن تمارس ضغطا حقيقيا على بن يمين نتنياهو لتلزيمه بما تم التوافق عليه وإلا بن يمين نتنياهو سيستغل الفرصة ويوعط المصر من جديد ريشارد ميرر ماذا لو فعل بن يمين نتنياهو يعني ما فعله سابقا إفشال مقترحات سابقة وإفشال يعني مفاوضات سابقة وأعادها هذه المرة هناك إشارات وبوادر تلوح بأنه سيفعلها مرة أخرى واشنطن كيف ستتصرف رئيس الوزراء نتنياهو حاليا يواجه ضغطا سياسيا من مينغانس من تحالفه الذي أيضا منحه إلى منحه فترة محددة لوضع خطة لليوم التالي فعليه التعامل مع إمكانية أن تحالفه لن يستمر فبالتالي هذا بالإضافة إلى ضغط الشعب الإسرائيلي رأينا تظاهرات واسعة خلال نهاية الأسبوع من الشعب الإسرائيلي الذي يصر على الموافقة على هذا المقترح واستعادة الأسرة فأظن أنه يواجه ضغطا كبيرا من الشعب وأيضا من خلال الوقت لإتخاذ هذا القرار أظن أنه سوف يجبر على الاتفاق والموافقة لماذا؟ مرة أخرى سأطرح السؤال بزاوية أخرى نعم نتابع هذه المظاهرات التي تخرج ضد بن يمين نتنياهو وتطالب بإعادة المحتجزين ولكن أيضا هناك مظاهرات في المقابل لعائلات الجنود التي ترفض الانسحاب من غزة ترفض وقف الحرب تماهيا مع اليمين المتطرف الذي استمعنا إلى كلام بنكفير واسموتريتش اليوم وأيضا استمعنا إلى بن يمين نتنياهو يقول بأنه لمانع لديه استطيع إيقاف الحرب لمدة 42 يوما أي المرحلة الأولى فقط ومن ثم يعود لمواصلة والاستمرار هذه الحرب على قطاع غزة فهناك أكثر من بوادر هناك تصريح علني من نتنياهو بأنه لن يتبنى هذا المقترح برمته أظن أنه من المهم جدا أن هذه الفترة 42 يوما حيث يمكن تأمين المساعدات للشعب في غزة سوف يكون هناك انهاء للقتال القائم وسوف يكون هناك فرصة سياسية للنظر في حل لهذا النزاع فبالتالي أنا أود أن أرى 42 يوما على الأقل للوصول إلى هذا الهدف إذا نجح الأمر هذا سوف يكون لمصلحة الجميع إذا لم ننجح على الأقل قد نكون توصلنا إلى نسبة معينة من إيقاف القتال وأدخل المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني ونأمل الإفراج عن الأسراء أيضا أظن أن المفاوضات الإضافية سوف تنجح ولكن نحن بحاجة للبدء بالخطوة الأولى وأظن أن 6 أسابيع من وقفة القنار خطوة إيجابية للبدء سأعود لمناقشة هذه الجزئية معك ريتشارد شميرر لأنه يعني إذا كان رئيس الولايات المتحدة سيقبل بتنفيذ ربع مقترحه ويعتبره إنجازا فهناك سؤال كبير عن الولايات المتحدة ودورها ونفوذها وإلى ما ذلك دكتور مهند تابعتك تستمع إلى كلام ريتشارد ولا توافق عليه أربط هذه شرح هذه ردة الفعل لديك مع ما يجري داخليا أيضا في إسرائيل وجملة التوازنات التي كنت قد بدأت بالحديث عنها إذا كان الحديث عن المرحة الأولى من المقترح الأمريكي فليس هناك جديد نتنياهو منذ بداية الحرب موافق على المرحة الأولى من الصفقة وبالنسبة له هذه هذا أمر هو متفق عليه في كل المقترحات التي قدمت الفترة الأخيرة لا يستخدم لك أي جديد في المرحة الإسرائيلي من هذه المرحة على صيغة هاتو المحتجزين ودعوني أخذ عليكم وأخذ وقتي فيما بعد وذلك الموافق على المرحة الأولى في المقترح الأمريكي لا جديد فيه بالنسبة لنتنياهو نتنياهو كل وقت يوافق على ذلك كل الوقت في المقترح المصري في المقترح القطري في مفاوضات باريس هذا كموقف نتنياهو دعونا نذهب إلى المرحلة الأولى نسكة الشارع الإسرائيلي وهذا نردع على سؤالك حول الأمر نسكة الشارع الإسرائيلي لمرحلة معينة نرضيهم نخفف وطأة الاحتجاج في داقة الإسرائيل وثم نستمر في الحرب هذا يخدم الأجندات العسكرية والسياسية لنتنياهو وذلك ليس لديه أي مشكلة بالذهاب إلى المرحلة الأولى حتى اليمين الإسرائيلي ليس لديه مشكلة بالذهاب إلى المرحلة الأولى من الصفقة وتخفيف الضغط الداخلي على الحكومة الإسرائيلية ومن ثم الاستمار في الحرب؟ الآن أسأل ما مصلحة حركة حماس في ذلك؟ ما مصلحة حركة حماس أن تذهب إلى المرحلة الأولى من الصفقة من أجل أن يتم استئناف الحرب بعد ذلك؟ ما مصلحة أهالي قطاع غزة في ذلك؟ هل هذا هو الإنجاز؟ الإنجاز أن يتم إيقاف الحرب لمدة 40 يوماً ومن ثم تستمر تستأنف ألة الحرب الإسرائيلية حربها على قطاع غزة على أهالي قطاع غزة؟ وهذا هذا الأمر غير معقول غير مقبول لا يمكن أصلا هذا غير إنساني وغير عادل وذلك نتنياهو يرضى بذلك لأنه غير عادل نتنياهو يرضى بذلك وعلى المستوى الداخلي هناك صحيح في ضغط من الشارع الإسرائيلي من أجل الذهاب إلى الصفقة في يوم السبت تم رفع شعار كبير في المظاهرات الإسرائيلية موجهة إلى بايدن شعارها بايدن سيف ديم فهم نتنياهو أنقذهم من نتنياهو وليس من حركة حماس لأن المجتمع الإسرائيلي يعلم بشكل واضح أن الذي يعطي الصفقة هو نتنياهو وليس حكة حماس وفي سياق هذا يأتي إعلان الجيش الإسرائيلي عن مقتل أربعة من الأسرة والشكوك تدور عن أنهم قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي تحقيق لا يزال جارين أحمد الحيلة في سياق تقديم جو بايدن لمقترحه يقول بأنه يعتقد بأن حماس لن تستطيع تكرار السابع من أكتوبر استمعنا إلى ذلك اليوم أيضا من كيربي وماتيو ميلر بأنهم يعتقدون أن حماس فقدت هذه القدرات وفي مقطع آخر يقول ماتيو ميلر أن الضغط العسكري لن يخضي لوحده على حماس بل يستلزم ذلك مسارا سياسيا في فقدانها القدرة وفي أن العمل العسكري ليس كافي تفضل الإدارة الأمريكية الإدارة الأمريكية تحاول أن تستثمر الواقعية لمقاربة سياسية معقولة هي تدرك تماما بأن الاحتلال الإسرائيلي وجيشه فشل فشلا ذريعا في إنجاز الأهداف التي أعلن عنها بنيمي نتنياو لكنها أيضا تدرك بأن الواقع الآن في قطاع غزة إعادة هجوم الآن حتى لو كان هناك نوايا لدى حركة حماس واقع الحال في قطاع غزة الكارثة الإنسانية الحاجة لإدخال المساعدات إلى الإعمار إلى الترميم إلى 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 هذا كله يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى سنوات وبالتالي الإدارة الأمريكية في مقاربتها هذه أو في الحديث ماثيو ميلر يدرك تماما بأن الوقت المنظور يؤمن لإسرائيل عدم إعادة 7 أكتوبر لكنها أيضا تدرك تماما أن الذي قام بـ 7 أكتوبر بعد 75 سنة من الاحتلال أن القضية جذرها هو إنهاء الاحتلال وهذا الإنهاء لا بد أن يكون بمصار سياسي يعطي الشعب الفلسطيني حقوق الوطنية إذا أخذ حقوق الوطنية يمكن عندها الحديث على أن المصار السياسي بالموازاة مع الفعل العسكري يمكن أن يوجد حلا لكن مقاربة العسكرية لوحدها فشلت فشلا ذريعا ولذلك الإدارة الأمريكية تتحدث عن مدى زمني قريب سنوات لا يستطيع الفلسطيني أن يعاود 7 أكتوبر لكنها أيضا تتحدث عن ضرورة أن يكون هناك حلا سياسيا على المدى الطويل ريشارد ريشمايرر ما بين واشنطن وتل أبيب ونتحدث هنا عن حليفين وثيقين بروابط مترسخة هناك لغتين مختلفتين بين واشنطن وتل أبيب أضف إلى كل ما نقشناه سابقا في هذه الحلقة دعني أطرح مثال فكرة الانتصار المطلق استمعنا قبل قليل لماتيو ميلر من الخارجية الأمريكية يقول بعدم وجود قناعة أمريكية بتحقيق أمر كالانتصار المطلق الذي نتنياهو يتحدث عنه باستمرار ويصر عليه فخياب هذه اللغة المشتركة بين الحليفين ما أثره برأيك لقد كان هناك عدم اتفاق بين إدارة بايدن وحكومة رئيس الوزراء نتنياهو منذ البداية منذ بداية هذا النزاع نحن كنا نحظهم لاتخاذ مقاربة مختلفة وأظن أن هذا يستمر لهذا اليوم وأظن من المهم أن نرى أنه يمكن أن يكون هناك نتيجة لا تمثل فيها حماس خطرا وتهديدا لإسرائيل هذا لا يمكن تحققه عسكريا بل ديبلوماسيا وأظن أن التزام الدول العربية ودعم للفلسطينيين وأيضا لقيادة مختلفة هذه عناصر يجب أن نعمل عليها لإزالة الخطر ومنح إسرائيل الثقة التي تحتاجها وأنها ليست معارضة لتهديد من حماس يعني في أقل من أربعين ثانية ريتشارد كيف ستعمل واشنطن على تل أبيب لتحقيق هذا الأمر أظن أنها سوف تستمر بالإسرار على الموافقة على مقترح وقفة القنار واستخدام الفترة الأولية للوصول إلى حل أطول لهذا النزاع وسوف يكون حل الدولتين أظن أن هذا ما سوف نراه في المستقبل شكرا جزيلا ريتشارد شمايرر ديبلوماسي أمريكي سابق كنت معنا من واشنطن ومن اسطنبول أحمد الحيلة الكاتب والباحث السياسي وأيضا من حيفا الدكتور مهند مصطفى الباحث في مركز مدى الكرمل شكرا جزيلا لكم